السلام عليكم كديري لابس عليكم أتمنىكم تكونوا كامنا بخير وعلى خير اليوم فيديو جديد سوف نحضر معكم حلوة الكوك الحلوة التي يحمق عليها صغير و الكبير بصراحة تجيء رائعة و تجيء زوينة بثاف و بكمية كثيرة المهم أن ترفع المقادر و طريقة التحضير هنا عندي 250 غرام الزبدة المارغارين و وضفت عليها جوج كيسان كبار الثاني الكاس العبار ديال العنبة هنا بالنسبة للزبدة سوف نخرجها ليلة قبل لكي تكون لينا و تكون رطبة و تساعدنا الخدمة و تجينا زوينا في الحلوة هنا بعد ما حركت واحد شوية ضفت هنا جوج كيسان كبار ديال العنبة ديال الزيت نباتي وهنا سوف نضيف جوج ساشيات ديال الباني و هنا غادي نضيف قشور ديال الحامض و غادي نخلط مزيان 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 مكوينة حتى يقولي عندي بحل الكريمي كيف تشوفوا ضروري ضروري ما تقولي بحل هكا هنا غادي نضيف ربعة ديال البيضات و غادي نعاود نعود ثاني نحرك مزيان حتى يتجانس الخالد و كيف مكتلكم ضروري تكون الزبدة تكون ليينة وتكون رطبة باش كتساعدكم هكا في الحلوة ايلا كانت باردة و خدمتو بيها كيبقوا في هادك الحوبيبات و ما كتجيش هكا زوينة في الحلوة سوفي هنيا بعد ما ساليت هنا غادي نضيف خمارة ديال حلوة مينة ثمانية غرام هنا عندي فيها ستعشر غرام درت انا يغرر حساب ثمانية غرام و هنا بالنسبة للطحين طحين كيبقى علي حسب الخالد انا هنيا كنضيف بشوية بشوية و كنخلط و كنشوف حيث كين يعني واحد نوع ديال الطحين كيكون ناشف حاولو تبقى و دي ما ادفو بشوية بشوية حتى كتحصلو على واحد العجينة اللي كتكون رطبة ما تكون ش قاسحة سوفي غادي نضيف انا هنيا بشوية 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 الطحين و كنخلط و كنشوف العجينة اللي عندي وين هان شو ما كيف ممشو ضروري العجينة تكون بحال هكا تكون مطلوقة و تكون شيشة العجينة ديالنا ما تكون ش قاسحة بش ديكم الحلوة زوينة و كتجي ارطبة و كتجي شيشة كتدوب في الفم سوفي هنا يا بعد المسالة تغطيتها ضروري ما تغطيوها و غادي ندوز غادي نخدم غادي نديرها هكا كوريات و انتو ما هناك يبقى لكم لخسيار بغيتو تديروهم كبار بغيتو تديروهم صغير ورين و تديرو واحدة يعني تديرو هكا كجوش و كندير الكوريات كتجي شوية كبيرة انا ما غاديش نديرها ملاسقة مع بعضياتهم يعني كينين ندوك اللي كيديرو الكوريات صغيرين و في الاخر يعني كيلاصقوهم لا انا غادي ندير هنية غير وحدة و الكورية كتكون شوية هكا كبيرة سافي غادي نبقى هانا غادي هنا مستمرة حتى نسالي الطاوة اللي عندي و هنيا انا راني شعلت الفران كنشعل عليه على مياه و ثمانين كنشعل عليه الفوق و لتحت و كنهبط طاوة شوية الفوق شوية لتحت سافي حتى كتتحمر لي الحلوة و كنخرجها هذي الطاوة اللولة و كيف ممشو راه كتخرج يعني كمية كتيرة ما شاء الله و كتجي رائعة غير جربو و حكمو و كتجي زوينة بزاف كتجي شيشة و كتدوب في الفوم سافي هنا غادي نبقى غادي مستمرة على هات الشكل هاكا غادي نشكل كورية حتى غادي نسالي الكمية اللي عندي و صافي هنا بعد ما هنيا اشوفوا الحلوة بعد ما يعني طابت هنيا غادي ندوز غادي نسخن شوية ديال الكوفيتير غادي ندير و كتجي معاه واحد المعلقة كبيرة ديال المظهر في صراحة كيعطيه واحد النسمة و كيعطيه واحد المعضاق زوين زوين بزاف حيث هنا يا عندي المشماش او المربة عندي شوية دايرة ما ما جارياش و انا في صراحة فهد الحلوة ديال الكوك يعني كنا بغاي الكوفيتير يكون شوية هكا متلوق بحال هاك يعني غير هاكا صافي باش كتجي يعني مني كتجي هكا يعني تزينيها يعني كتجي زوينة وهنا يا صافي الكوك وهنا الحلوة بعد ما طابت لي شفتوا هكي كيفاش كتطيب كتطيب زوينة و كتطيب محمرة و كتطيب هي هاديك صافي غادي ندوز في الكوفيتير نفندها مزيان بحال هاكا كيف ماشو و نحطها في الكوك و نفندها حتى في الكوك عفتوا لبنات كتجي رائعة و كتجي زوينة بزفتة يقوني كتجي هشيشة و كتجي رائعة رائعة ما تشبعوش منها غير جربوها و كيف ماشو ما قديرها بساطين و كتعطي وحد الكمية كثيرة ما شاء الله صافي هنا يا انا غادي نبقى هاكا غضا مستمر احسن انسى لي الكمية اللي عندي يعني الفيديو راه واضح نتمنى تجربوها الطريقة هادي اكيد غادي تقول لي معتعمدة عندكم و كيف ما كنا نعرف و احنا هادي الحلوة هادي بصراحة زوينة و يعني و ديما موجودة عندنا بالطار صافي هنا يبعد مسالي تساوى الشكل ديالها كي جي انا احنا يدرت هادي ريكت في الباطم بغيتش يعني نبقى نحطن هز نحطن هز يعني درت هادي ريكت هاكا في الباطم مني ان شاء الله يقارو بعيد غادي نحطها هاكا في الطبيصلة انا غير ورية لكم دابة بحل هاكا و انتوما يعني كيف قليكم الاختيار وهنا صافي غادي نقول لكم باي باي عليكم و انتلقاوا ان شاء الله في شي فيديو جديد و انتمنى الفيديو اينا لاعجبكم و انتنسوني اشبرا لايك و الشيرات القناة و غادي نقول لكم باي باي عليكم و انتلقاوا في شي فيديو جديد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة